طيب نشوف أبرز ما في الحلقة من عناوين مقالي ومقاله ما بعد السقوط الغربال كان في الإمكان وبعد متلسانه الكود الأحمر والشموة الحمراء عن حسن علي علوبة لكن أسرار الملك عن المايستر الصغير وأخيرا مجلاتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز أقول لكم أنه الأهل النهاردة استأنف تدريباته استعدادا لمباراة الداخلية غدا إن شاء الله الفريق دخل معسكر علشان مباراة الداخلية في الدوري وميستر مارس الكولور اختار كل العناصر الجاهزة لهذه المباراة وبعد التدريب القوي اللي أدى في ملعب مختار التيتش أعتقد مباراة الداخلية جاية في توقيت مهم جدا جاية بين الارتباطات الأفريقية الأهل بيتصدر مسابقة الدوري برصيدة 40 نقطة هيلعب التلات مع الداخلية ويلعب السابت اللي جاي إن شاء الله تعالى مع القطن الكاميروني وبعدين يلعب مع المقولين ويسافر علشان يعمل رحلة مهمة جدا يلعب فيها سانداونز في بريتوريا يوم 11 والقطن في جروة يوم 17 كل التوفيق إن شاء الله الله يكون فعون يعني حتى النهاردة لما تسمع تصريحات ميستر كولر قال لك ما عنديش وقت مرم يعني الناس بتطالب بمسألة منطقية الأخطاء بتحدث مثلا من بعض اللعبين عايزة تدريبات فردة سواء هجومية أو دفاعية عشان استغلال الفرص وعدم حدوث أخطاء فالراجل يدوبك بيعمل تدريبات السشفائية وجزء تكتيك بسيط ويلعب المتشاط في أجواء متنقلة بين الإقليمي والمحلي والترحال هذه حيات فريق كرة القدم نتمنى طبعا يعني إنه هو يقدر يتدرك الأمر الصعب جدا اللي احنا تحطينا فيه مش فاهم النتائج كمان ماشية بطريقة حتى النتائج الفرق مع بعضها مش مريحانة يعني الهلال يفوز على القطن الكاميروني خارج ملعبه دي زادت من صعوبة الأمر نتمنى إن الآن ليه ما يصيره يبقى في إيده ويقدر يحل الشفرات كلها من خلال لعبته طيب ده في الكرة وهنيجي طبعا بالتفاصيل على ملف كرة القدم وعلى كل هذه الارتباطات المتداخلة المهمة والحاسمة الحقيقة ترجمة نانسي قنقر